موسيقى عندي تعلم مرتبط وعندي تعلم غير مرتبط تعلم غير مرتبط يتبع للحافز أما التعلم المرتبط يتبع للتحسس ويتبع للتعود طبعا التحسس هو نوع من التعلم الذي أثار في الأصل استجابة ضئيلة يعني دائما أنا عندي التحسس من أقول فحيوان تحسس هو صحيح تحسس لشيء ولكن شنه هو نوع من هذا التحسس اللي يستجيب لي إلى استجابة كلش ضئيلة مثلا برودة بالجو خفيفة يعني أو صوت خفيف أو حركة طفيفة جنطينة استجابة لها ضئيلة أو معدومة ويبدو يعني تكوين ردة فعل أقوال مؤثرات أخرى يعني ما ينطفد ردة فعل قوية مثلا كتعود الفراخ أو تعود الكتاكيد أو غيرها من الحيوانات على ضوضاء عالية لفترة لفترة على هذه الفترة سماء ضوضاء خفيفة وقد تعمل على استثارة استثارة وتولد ردة فعل لدى الكتكوت وتولد ما يسمى بالانزعاجية وهذا التحسس يعني هو نوع من أنواع في الكائنات الحية يعني اليوم مثلا أجيب أفد كم طير وأخليه هنا بمكان بضوضاء عالية جدا وبعدين أسحب هاي الضوضاء أبدي أنص بيها أنص بيها لا أنا سويها لوضاء صفر راح تشوف الحيوان راح يتأقلم من هذا الصوت العالي إلى الصوت الناصي أو أعكس المسألة أمطي صوت ناصي إلى أن أصل إلى صوت عالي لو نرجع إحنا للبحوث إن شاء الله أكو بحث أراوي لكم يا فديوم بحث يمسوي جاي الدجاج وخال بصوت كل شني يعني ماكو صوت بعدين منطو صوت مروحة هذا صوت المروحة ظال يوزع به وزع به إلى أن مصل إلى أعلى صوت ما يمكن يعني يعني لعب بالمروحة مخيل بالدشال ما أنا خيل نطلع صوت عالي يعني محسي بيقول خافة اليوم تعطى المروحة أو خافة اليوم السفد مشكلة بالصوت فمعود الدجاج من صوت واطي إلى صوت عالي من نصر الدجاج إلى مرحلة الصوت العالي من رجع الصوت الواطي بعد ما يقبل يريد صوت عالي لليه يش تعود مخة ودماغة تكيف على هذا الصوت العالي إشقال هذا العالم قال إذن إحنا يمكن للتحسس أو للاستجابة الضئيلة التي تحصل في الطيور الداجنة أو الحيوان أن تكون نوع من أنواع التكيف يعني يقدر تكيفها عليها وتتعود عليها وهذا يجرنا إلى شغل أقوى ومسألة أقوى أنه هل من الممكن أن أكيف الحيوان على درجة حرارة عالية يعني اليوماني عندي فروج اللحم أربي بالصيف جيان فروج اللحم يريد مثلا أمره مثل عمر عشرين يريد درجة حرارة سبعة وعشرين ثمانية وعشرين خمسة وعشرين هل أقدر أن أكيف فروج اللحم أن يعيش على الحرارة العالية هذا يعني محول الجدل لازم نفكر بي لازم نخليه أنه خطة من البحث تشتغلها إن شاء الله مستقبلا هل أقدر أكيف على حرارة عالية أو حتى بالمفقس هل الأجنة يمكن أني أكيفها على درجة حرارة عالية وشنو يصير إذا كيف الأجنة على درجة حرارة عالية هل يشتغل بعض الهرمونات هل يشتغل أروماتيز هل تشتغل بعض الأمور هذه كلها لازم احنا شن نسوي نحطها بحسبان لنتكيف باب واسع كبير به هواي شغل ما عارف إحنا قليلين مهتمين به بس هو باب يعني كله شو واسع يعني إحنا نقدر نكيف الحيوان حسب ما الظروف إحنا نعيش بها ونقدر نخليه ينتج بهذه الظروف نجي على النقطة الثانية أو الشغلة الثانية اللي هو الهيبتشويشين أو التعود إحنا أخذنا على التعود سابق إنه لكن شونا نأخذه بالتفصيل التعود هو نوع آخر من أنواع التعلم طبعا الغير مرتبط وفيه قوة استجابة لمحفزات ما قد تنقص عندما تتكرر هذه الاستجابة بتكرار نفس الحافز أبسط مثل أضرب لكم على التعود يقول لك يعني بال أكو حديث أذكر أو هكوهي شي يقول لك لا تذهب أن تصلى يوميا بنفس الجامع لأنها تصبح عادة وليس عبادة إذن شنو التعود التعود هو نتيجة يعني ردة تفعل لحافز أنت مشوي يوميا يعني مثلا أنت متعود يوميا مثلا أنت موظف بالدائرة أنت خلال عشر سنين أنت يوميا متعود تقعد الصبح تبدل تطلع تروح تظهر ترجع لو أعطيته عطلة في يوم من الأيام أنت صحيح رح ترتاح جزء ترتاح وتنام بس رح تبدي فترة يولد عندك شعور أنه أنت عندك شيء كثير من النقص أنت متعود على شيء على نمط وبعدها هذا النمط عندك تغير أو جسدته مثلا ممرتاح وبعدها يعني تفصل لك بعض التغير إذن التعود هو شنو هو قوة استجابة المحفز يعني تناقص عندما تتكرر هذه الاستجابة بتكرار نفس المحفز يعني يعني من أضل أنت نفس المحفز رح يدي شنو رح يبدي الكائن يبدي يقل الكائن الحي دائما أو الكاركود أو الاتجاج يتوقف عند الاستجابة للحافز الذي لم يعد مناسبا له من الناحية البيولوجية أي تنخفر الاستجابة بسبب عدم وجود مكافأة دائما أهل السلوك وأهل العلم النفس يقول لك يقول لك أنت من تريد تسوي تعود على شغلة ما أو بسألة ما لازم أنت تنطي شونا نحن نسمي حافز مختلف حافز فالشيء يعني محفز أو فالشيء مختلف حتى تكون أكو اشتجابة مختلفة يعني إحنا اليوم مثلا ناخذ درس اليوك الحيوان لو جيت أنا يوميا أمطيكم نفس المحاضرة يعني ما أكررها أعيدها أكررها أعيدها راح أنت تتمل تبزع وأني همات راح أبزع إذا نحافز راح أو أنت تشتغل بدائرة أو أنت تشتغل موظف أو تشتغل شركة ويجي يوميا مثلا مدير الشركة ونطاك فتشيق بسيط يعني أو نفس يوميا شك قال لك شكرا بارك الله بك أنت براحث عندك حافز بس لو هذا المدير يجو اليوم منطاك مكافئة ثانيا منطاك شكر ثالث يوم منطاك مكافئة أعلى ثالث يوم جزك إيفار رابع إذا استحسى عندك حافز حتى تتعود على الشغل مالتك بهاي الشركة إذا نفس الشيء بالنسبة للطيور الداجنة هذا التعويض يشير إلى انخفاض في السلوك الفطري مثلا اللي يعرف مثلا السلوك الفطري جزء ما يقدر يتغير جزء ما ما بي في التغير ولكن نوبات بكثرة الحوافز يمكن أن يغير من السلوك الفطري إلا السلوك الجنسي مثلا ما قلنا والسلوك التغذية زين هذا يعني هذا التعود والتغير في حركة الحيوان وفي حركة الكائنات الحية وغيرها وغيرها هذا يعني ينطين صورة متطورة أو صورة قوية أنه الحيوان لا يمكن أن ينقرض بسرعة ليش نشوف بعض الحيوانات تعرض لانقراضك وهو طيور انقرضت وهو حيوانات انقرضت وهو يعني شونا نسميها حيوانات بعد ما كلها سبب ليش لأنها ما قدرت أن تعود وتكيب فضائها على المكان اللي هي عايشة بي ما هذا شباب صوت واضح يامكم صورة واحد صوت صوت عاش تيدك عاش تيدك وهذا أبسط مثال على التعود يعني الطيور المغردة عند وضعها في قفص في أي قفص عادي شون سيحنا هطل لكم صورة هسا قدامكم ووضع دمية أمامها رح يبدأ يتقرب من هاي الدمية ويبدأ يغرد إليها ويبدأ يستجيب إليها ولكن مع عدم استجابة الدمية إليها يسوي يقل عنها ويبتعد إليها أن يتغير من سلوكية ويبدأ يغرد ويترك التعريد ويبتعد عنها بهاي التجربة هاي قدامكم حطوا قطعة حمرة هاي شوفوا قدامكم أمام فروج اللحم أول مرة حطوها طويلة بعدها حطوها قصيرة بعدها عريضة بعدها نفس الأولى شوي أقصر شوفوا شوفوا أن الكاتكوت أول يام يبتعد عنها بعدها شنو قام يبدي يتقرب يتعود عليها تعود عليها بعدها ننقوها لفوياها ما منطط أي استجابة قام شنو قام يبدي يبتعد عنها أثنى هذا الابتعاد أنطوا حافز الحافز شنو كان كان ضوء خافت وصوت خافت هذا الضوء والصوت الخافت شوى خلى الكاتكوت يرجع إلى وضعيته وأنه يقترب منها ويلاسق منها ويقف يمها وبالأحرام وبس هيا من رفعوها من يمها بقى يوصص بقوا نزعج وصير عندها نعمل نزعجية إلى أن رجعوا لهذه يمها إذن شنو هاي معناها معناها أنه بدأ تعود وتكيف على الوضعية هذه اللي يعيش بيها زين نفس حيوانيا مع بعضهم من غير فصيلة يعني يعني مثلا اليوم مثلا أكو باحث إنجليزي سوى تجربة جاب ديك وخلا بقفص وخلا فترة طويلة جدا وهذا القفص واحد وبعدين جاب ماعز وخلا بنفس القفص وهذا ماعز جاب هم كان عاز لفترة طويلة واحد فخلا كل واحد تناثن بنفس القفص بش لاحظ لاحظ عليها النوع من التودد والتقرب ويعني صار واحد قريبا من اللاخ وش قال قال إذن الحيوان يقدر أن يعيش مع حيوان آخر ويتأقلم وياه ويسوي communication وياه ليش بسبب أنه يقدر يتعود ويعيش هاي الظاهرة اللي عنده طبعا الميكانيكية مال التعلم أو ميكانيكية التعود بشكل عام الميكانيكية العصبية للتعود توضح في انخفاض كمية النواقل العصبية في بناطق الاشتباك العصبي وهي تسبب تكرار يعني هذا بسبب تكرار الحافز سوف يؤدي لخفاض تدريجي في كمية النواقل العصبية يعني شنو هذا الكلام يعني أنا عندي التعود هذا اللي عندي هو مين حاصل حاصل من انخفاض في كمية النواقل العصبية يعني نوبات أنا عندي شنو عندي مثلا الطير مثلا يتعود على مثلا يأكل ويبعثر بالأكل أو يتعود على أنه يشرب من غير المنهد يشرب من غير مكان أو أي عامية تعود هاي مين ناتج يا أو هاي التعلم مين ناتج ناتج من انخفاض بعض في بعض مناطق المخ وانخفاض من النواقل الكيميائية وهاي النواقل الكيميائية منتن خفوض راح تولد لي نوع من السلوك الجديد وتقلل لي من كمية الاشتباكات العصبية فيها المخ وبالتالي تطيني حافز يؤدلها خفاض تدريجي في كمية النواقل العصبية وبالتالي يمكن أن يعود على طريقة جديدة يعني أنا اليوم إذا عود حيوان أو عود طير على مسألة لازم أحرص أول شيء أنه شنو هو أخفض من كمية هاي النواقل العصبية اللي مسؤولة عن هذه المسألة زيان عدنا النوع الآخر من التعلم هو التعلم المرتبط أو الكونديشنينج أو المشروط أو اللي نسمي يعني وهذا التعلم يعني هو عملية التي يكون بها ارتباط بين محفزين أو سلوك من جهه مع تحفيز متعلم من جهة أخرى يعني هذا لازم عندي شنو ونازم عندي بين محفز يعني أما سلوك يعني أما أقفض سلوك من جهه وتحفيز من جهة أخرى التعلم المرتبط يكون هو التأثير فعال أو أو طريقة كلاسيكية اللي يتم بها تقديم المحفز وهذا المحفز يعني يكون محايد مرات بشكل متكررة مع الاستثارة المنعكسة لو نجي على هذه الصورة اللي أمامنا لو نشوف أنه هذا التعلم التعلم أو التعلم المرتبط هذا التعلم هو عبارة عن شنو ارتباط بين بين حافز من جهة وسلوك من جهة أخرى يعني أنا هذا التعلم يرتبط وياه من يرتبط وياه السلوك يعني أنا اليوم أجي أباوه أنه الدجاج فروج اللحم الدجاج بشكل عام يحب ينبش بالأرض يحب ينبش بالأرض فأنا شا سوي له أحاول أنه يعني أخلي نوع من من الديدان أو نوع من من هاي يعني بالمالة العلف فراح أبدي يشوفه ينفش بالعلف ويبدي يأكل بهذه الديدان هذه الطريقة احنا نشوفها بسيطة نفس العلف أنه يبدين ينفش العلف برجلية ويوزع العلف برجلية ويبحث برجلية احنا نشوفها نقول هذي جوز مكلفة أو جوز خسارة بها أنه بس هي بالأصل هي يسموها يعني نوع فطري يعني هذا الدجاج يرتاح بهذه المسألة ويجوز إذا أكل خمسين أو شتين غرام بهاي بالطريقة الاحتيادية يجوز بهذه المسألة يأكل فد مئة غرام وإذا استفاد من هاي الخمسين غرام الأولية عشرة بالمئة يجوز من هاي الطريقة الثانية منه نبش للأكل وحفر الأكل يجوز يستفاد تسعين أو خمسة ونسعين بالمئة ليش لأن صال عنده الفير يعني فد هذا الفير عالي ليش إنه هذا شنو أكو أكوية هاي محفزات الاستثارة المنعكسة هاي المحفزات تعمل كمحفز محايد يحفز الطائر على على زيادة تكيف الفعال مالته وبالتالي تعزيز من سنوك التغريزي أو اللي عنده وقد يفكر الطير أنه أكثر والفير وبالتالي يستفاد من هادة العملية أكثر زياد هسا عدنا التعليم المرتبط قلنا مثل ما قلنا قلنا التعليم الفعال أوبرينت الكنديشنين يقسم إلى كلاسيك كلاسيك كونديشنين يعني تعليم كلاسيكي والتعليم الأوبرينت كونديشن هذا اللي أخذنا وعدنا الامي برينتين اللي يسترح إن شاء الله نأخذه في المحاضرة الجاية إذن ذن ثلاثة هي المسؤولة عن التعليم وهذه كل وحدة كل وحدة إلها مكتشف وكل وحدة إلها يعني مفكر الأولى اكتشفها العالم بافلوف اللي حتيني عليه قبل فترة شون جاب كلب وخلى ونطويا جرس وقام كل ما يدق الجرس يطلع يطلع صوت يطلع يطلع صوت الجرس يقدم إلى طعام بعدين قام يدق الجرس يطلع يرسل قام ينزل له السواء اللي من حلقة الكرب يعني شون ينزل يعني يشتهد طعامه ويبدأ يأكل بعدين ما يدق الجرس يعني هذي كلها صارت والنقطة الثانية هي مع السكنر سكنر بوكس شون علم الحيوان يأكل من يدوس فقرة ويبدأ الحيوان يأكل عليها التكيف الفعال هذا الـ 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 التكيف الفعال هو استخدام نتائج متعاقبة لتعديل أو إحداث شكل من أشكال السلوك ويعود التكيف الفعال جزء من التكيف ويعتمد على مبدأ التعزيز والعقاب لتغير في حالة السلوك مثال عليهم ما قام به العالم السكنر مثل ما قلنا من أسمع تكيف فعال يعني هذا شنو معناها معناها نظام هو نظام المعاقبة والمكافئة نظام المعاقبة والمكافئة شنو يعني نظام المعاقبة والمكافئة أو التعزيز والعقاب يعني الطير مثلا يضغط في الدقمة ينزل العلف يضغط في الدقمة ينزل المعاق هشموها يسموها نوع من المكافئة نوع من المكافئة أو يروح يضغط في الدقمة ينصعق هاي سوى نوع من العقاب فنشوف نخلي الطير بهذا المكان نشوف يجي أول ما يجي مثلا ثلاث دقمة ما يعرفهم حامرة صفرة خضرة يبدأ يضغط على الدقمة الحامرة جلت الكهربان صعق مرة مرتين تعلم تعود بعد زل الماء قام يضغط يضغطها عندما شنو صار عنده نوع من التعلم ونوع من المكافئة والعقاب طبعا هذي الطريقة شون اكتشفوها جابوا يعني فتقرود جابوا أربع قرود حبسوها بمكان هاي الأربع قرود حلقوا لها موز بأعلى الغرفة فقام يساون القرود قام يحاولون يسعدون على الموز كل ما يسعد قرود ينصعقون كلتهم كهرباء أربعتهم أي قرود يحاول يسعد ينصعقون كهرباء أربعتهم يسعد ينصعقون كهرباء فاشوا اتعودت القرود بعد ما يسعدون خلص قالوا بعد ما يسعدون على هذا الموز اللي بالأعلى فاش سوا حسناء واحد bunch جديد فهذا الجديد من ردي يسعد جماعتين نزلو هو يسعد جماعتين نزلو بعد ما من تورين كهرباء ظلوا يعني بس بالأول مرة نتلو كهرباء مرة الثانية ما كنت هل بس هو يصعد جماعتين نزلو بعدين سحبوا واحد المقديمين دخلهم واحد جديد هم راد يصعد هم جماعة نزلو راد يصعد جماعة نزلو بعدين كرروا العملية إلى أن بدلوهم أربعتهم بدلوهم أربعتهم دخلوا خامس الخامس راد يصعد هم نزلو بس ما يعرفوا ليش نزلو اللي قابلهم كان ينتلوون وتعودوا من اللي قابلهم صعدهم تعويض وهذا هو يسمى بالاوبراينت كوندشننج الكلاسيكال اللي بعد التكييف الكلاسيكي أو الكلاسيكال كوندشننج المعروف أيضا باسم بافلوف نسبة للعالم الروسي اللي اكتشفه هذا العالم كان يدرس عملية إفراز اللعاب مثل ما قلت لكم قبل شوية وتسمى أيضا بالاستجابة المشروطة والتي هي عملية التي تعمل أو التي تأتي من استجابة فطرية لحافز فعال وتستخلص ردة فعل يعني حافز محايد مسبق ويتحقق هذا من خلال عمية الاقتران بالمحفزات البافلوف مثل ما قلنا قبل شوية جاء بكلب قدم لطعام قدمه جرس قبل ما يقدم الطعام يقدم جرس بعدين يقدم الطعام قام شو سوي والله الفترية قام بس يدق الجرس يشوف الكلب يبدي ينزل اللعاب يعني يبدي يسيل اللعاب يعني يعرف وعيجي لأكل ناب هاي الصورة هذا الباحث شو سوي هذا الباحث نعم سوي اللي مخلي الاكل يمر منجا يعني قريبا من الدجاجة ولكن الاكل شنو باكل ما تقدر تاكل يعني بنوع من الغلاف او نوع من شعور نها نسمي يعني مغطى شوفه باش بذكر تاكله النوع شفاف مغطى شوفه تشوف تبير تاكله إلا يعني يصل المرحلة يسعد فوق يبدي ينزل اللعاب تقوم تاكل فأول فترة الدجاجات تحاول تنقر تنقر بعدين اختفت صارت لي وانترانسر تجعل لي ورا الان يجي لأكل يبني سعد لي فوق تبدي تاكل من الفوق ساعدها كلاسيكال كونديشنينج اللي هو التكيف الفعال سابق it شوفه بجي لئي قطع التكهول شوحة بجيprofترانسر يوم طهوة really اجرينا لئي ồi